اشتركوا في القناة والاواصر المشتركة مشيدا بالدور الريادي لجلالة عاهل البلاد المفدة وقيادة الحكومة الرشيدة والخطوات المستمرة الثابتة في مسيرة الإصلاح والتطور والنماء مؤكدا أن المملكة العربية السعودية تقف صفا واحدا مع البحرين في مكافحة الإرهاب والتطرف ونبذ العنف ورفض التدخلات الخارجية في سيادة الدول من جانبه نقل معالي رئيس مجلس النواب تحيات عاهل البلاد المفدة معربا عن تقدير مملكة البحرين للدور المحوري لخدم الحرمين الشريفين في المنطقة والأمة العربية والإسلامية ومشيدا بالنقلة الحضارية الرائدة التي تبناها وإسهاماته الجليلة لصالح شعبه الشقيق ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر